وقلنا عليها رحنا اشترانها من محلات مش دي اللي انت قلتو التجارة الحرامية بيبقاوه بخمسين وهي اصلا بعشرة جنيه ايوه بالزبط ما انت فاكر اهو سلام عليكم معاكم اخوكم احمد البنة النهاردة ان شاء الله هنتكلم و هنكمل فوائد وصلة الاوتو جي فوائد وصلة الاوتو جي اللي احنا ما استكملناهاش في الحلقة اللي فاتت والنهاردة ان شاء الله هنتكلم على فوائد الماكرافون فيها طب وانت ما استكملتهاش ليه الحلقة اللي فاتت احج احمد اهو بقى ظروف هنقامل ايه وطبعا زي ما انتوا عارفين وصلة الاوتو جي هي حتة البتاع الزغيرة دي كده اللي بتتباع وقلنا عليها رحنا اشترانها من محلات مش دي اللي انت قلت التجار الحرامية بيبقاوه بخمسين وهي اصلا بعشرة جنيه ايوة بالزبط ما انت فاكر اهو وفي حلقاتنا دي ان شاء الله هنستكمل الجزء اللي كان متبقلينا وهو ازاي ان احنا نشغل قطعة الاوتو جي دي على المايك كوندنسر الاحترافي اليو اس بي قبل كل شيء هتحتاج ان انت تنزل على السمارتفون بتاعك برنامج اسمه اوبن كاميرا البرنامج ده هو اللي انت عن طريقه هتقدر توصل وصلة الاوتو جي وتسجل الصوت بتاعك من مايك كوندنسر وده المايك بتاعنا اللي احنا هنعمل عليه التجاربه ان شاء الله المايك كوندنسر الاحترافي بتاعنا اللي هنكون ان شاء الله التجارب بتاعنا طبعا زي ما انتم عارفين المدخل بتاعه هو يو اس بي طب هنستخدمه ازاي؟ لازم طبعا هنستخدمه عن طريق وصلة الاوتو جي ده اكيد عن طريق وصلة الاوتو جي صح كده يا زميل اول حاجة هنعملها بعد ما نزل التطبيق بتاعنا اللي هو الاوبن كاميرا هنجيب الموبايل بتاعنا كده ونجيب قطعة الاوتو جي الزغيرة دي كده وهنحط دي في دي كده وبعد ما نحط دي في دي كده ادي المدخل بتاع المايك كوندنسر بتاعنا الاحترافي هنوصل دي كده وبعدين يا زميل ايه اللي بعد كده؟ لا حبيبي اللي بعد كده لازم انت تشوفه بقى بعينك هشغلك دلوقتي التطبيق ووريك الخطوات واحدة واحدة وبأكد تاني قبل ما نخش على البرنامج ادي التليفون اهو متوصل بوصلة الاوتو جي ودخل في الاوتو جي وصلة المايك كوندنسر ويلا بينا نشوف البرنامج ونخش عليه ودي معانا الكابتن تاطا النهاردة هو اللي حيسجل وهنشوفه وحنجرب التطبيق ودي التليفون اهو بتاعنا الموبايل متوصل وحيبتدي بقى يشغلنا كابتن تاطا ايه؟ برنامج الاوبن كاميرا كده عشان نشوف على الا بس خلي بالكو احنا بنصور بومبايل يعني على قد امكانياتنا بس عشان نوريكوا الطريقة صح دوسها تاطا كده على الايكونة الزرق دي تحت الاوبن كاميرا شغلها ايوا دي ايوا دي دوسها تاطا جميل اوي كده دي الخطوة الاولى اللي هي دوس على الكاميرا كده عشان تقلبها الكاميرا اللي علينا دي يا تاطا ايوا اللي فوق ايها ايوا دي جميل كده كده احنا هو الموبايل اللي بنصور به وكده احنا فاتحين برنامج الاوبن كاميرا مست الاوبن كاميرا ده بقى في ميزة مش موجودة في اي برنامج تاني ان انت ممكن تزبط اعدادات الاوبن كاميرا دي على الاكستيرنال اوديو طب هتيجي ازاي هقول له حضراتكم اهو لو انت جيت دوست كده على وجيت كده طلعت بتفضل تتماشى تتماشى لحد ما تيجي عندي اعدادات الفيديو دي كده فيديو سيتنجز دي تدوس عليه بعد الفيديو سيتنجز دي اللي بتدوس عليه يعني ياريت تكون الشاشة واضحة وانا بكلمكم بعد الفيديو سيتنج دي بتفضل تطلع 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 لحد ما تختار اوديو سورس من الاوديو سورس دي بقى بتطلع لك قائمة فيها كزا حاجة هتختار منهم الاكستيرنال مايك وهتعلم عليه كده انت معلم على الاكستيرنال مايك عشان نتأكد لو دخلنا تاني اكستيرنال مايك تمام وبعد كده بترجع خطوة جميل ارجع خطوة تانية تطا بالسهم ده ايوة ده جميل اوي كده كده احنا نقدر بقى نسجل ونشوف الكابتن تطا هو هو حيسجل دوس يا تطا على علامة التسجيل جميل اوي كده كده مفروض الكابتن تطا ايه يسجل بالمايك انا مفروض بكلم بالمايك وريني يا كابتن تطا اهو المايك اهو قالوا ازايكم يا جماعة عاملين ايه احنا بنسجل وبنشوف ماشي اه ده ده مقطع تسجيل اهو كلها مبايلات فمبايلات يلا جماعة نشوفكم على خير على الله الصوت يطلع حلوة ربنا وستر وبكده المفروض المقطع اللي احنا عملناه يتسجل هنا كده لما نيجي نشوفه جميل اوي كده كده مفروض الكابتن تطا ايه يسجل بالمايك وريني يا كابتن تطا اهو المايك اهو يلا جماعة عشوفكم على خط وريني يا كابتن تطا اهو المايك اهو الو ازايقوا يا جماعة عاملين ايه احنا بنسجل وبنشوف ماشي هدي ده مقطع يلا جماعة نشوفكم على خير على الله الصوت يطلع حلوة ربنا وفي النهاية اتمنى تكون الحلقة دي عجبتكم عايز رأيكم ان شاء الله في التعليقات لو لكم اي تعليقات او استفسارات التعليقات بتاعتكم مهمنة جدا وطبعا ما تنسوناش في اللايك والسبسكرايب وقند تشتركوا في القناة وشكرا ليكم اشتركوا في القناة